اشتركوا في القناة عبدالله نعيمي وزير الاعلام وعدد من ممثلي واعضاء البرلمانات العربية والاقليمية سعيا لتطبيق الرؤى المستقبلية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوره المتسارع احتضنت مملكة البحرين اعمال الملتقى العربي الثاني للاعلام البرلماني حامل انشعار الذكاء الاصطناعي ودوره في الاداء البرلماني الفرص والتحديات وشارك بالملتغى عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاقليمية سعداء بهذا الحدث من خلال نعتقد اننا نوفر منصة عربية يسلط الضوء من خلالها على دور الاعلام البرلماني وكيف ممكن الاستفادة منه في تحقيق اهداف هذه البرلمانات واحنا ايضا نجد انه من الواجب ان نقدم الشكر الجزيل حقيقة للمملكة البحرين قيادة وشعبا وحكومة وطبعا لمجلسي النواب والشورى للرعاية الكريمة والدعم للمنظمة العربية لتنمي الإدارية لتنفيذ هذا النشاط وهذا الملتقى في المملكة البحرين فالحقيقة عرضت موقف مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من استخدام الذكاء الاصطناعي في جهود منع الجريمة وفي جهود تطوير العمل التشريعي والقضائي ولكن ايضا في مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في استكاب الجرائم وفي التأثير على القرارات القضائية وعلى العمل القضائي بشكل عام ويتناول الملتقى عدة محاور من أهمها رفع كفاءة العمل البرلماني في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني كما يهدف إلى مناقشة الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي والاستفادة من تحسين آدائها البرلماني الذكاء الاصطناعي يرتكز على بيانات ولذلك من أهم الشيء هو أن أين البيانات في البرلمانات التي تستطيع أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي عملية العلاقة بين المؤسسات الحكومية أو الحكومة وكذلك البرلمانات مهم جداً اليوم أن يكون هناك آلية متكاملة تربط بين هذه المؤسسات والمجتمع في كيان الدولة من أجل الوصول إلى حلول مفيدة للمجتمع في جميع المجالات الحقيقة هذا الملتقى يأتي ضمن الملتقيات النوعية التي تعقدها المنصمة العربية للتنمية الإدارية في المجالات المختلفة وكان للإعلام البرلماني دور مهم خلال سنوات الحالية وأعتقد مستقبلاً كذلك وبالتالي كان من الأهمية بمكان أن يتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل وطرح فكرة تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على تطوير العمل البرلماني بشكل عام ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات التشريعية والرقابية من خلال توفير أدوات تحليلية متقدمة تساعد في استشراف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتشريعات المقترحة وتعزيز التفاعل بين النواب والمجتمع